اهلاً فيكم حبايا ببرج الدلو رح تشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضاً تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او تنطبق عليك القراءة طبعاً عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه ينطبق عليك فانت خذ من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه وينطبق عليك وترك الباقي رح نبلش في طاقتك انت بعدها رح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضاً مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بنا نسحب فقط كروب موضيحية بعدها رح نبلش في القراءة طيب نبلش في قراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الزلو انت عم تركز حالياً عم شوفك مركز حالياً بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تداوي في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب في اشي يمسبب لك نوع من الحزن ولي انت عم تحاول انك تتشافى داخلياً ايضاً عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها عم تحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضاً بتشوف انه وضعك المادية مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حالياً بدورة معينة وفي عندك اكتمال من نوع معين ايضاً في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفياً او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضاً نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضاً بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضاً هالشخص طاقته الحالية او في عنده هدف مادة عم يتمح لاله لسه ما وصل لاله بالتحديد لسه عم ينظر لاله من بعيد ولكن لكن عم نشوفي ما بده يتلع منتصر بالوضع المادي أيضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون أنت وهالشخص لأنه عندكم أوراق مادية كتير عالية فممكن أنت وهو أشخاص محفزين كتير من الناحية العملية أو بتحبه أنت وهو بتحب أنه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا إذا أنت برج الدلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه إمرأة هالإمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالزات من الناحية المادية عم شوفي أنه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة أو ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود للعلاقة أو عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن أيضا أنت تشوف أنه هو شخص كتير ديتيل أورينتد أو كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وإنت بتركز على الصورة الأكبر للأمور أو على المنتوج النهائي للأمور لأنه عندك The World Card فهالشخص عم تشوفه أنه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة أيضا عم شوف أنه طاقة ونارية هالشخص أكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي أكتر بالعلاقة ممكن تكون أنت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الأمور ما بيحب يتسرع باتخاذ الأمور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع أو شوي متهور باتخاذ القرارات مع أنه بيركز على التفاصيل الصغيرة إلى أنه يكون مندفع باتخاذ القرارات أيضا هالشخص اللي أنت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الإشي اللي بيب يساويه أو طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين أو بتطلب نوع من الوهم أو خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية أو كذا فرسونا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل أو ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت أو يقدم الترفيه فلابد أنه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير أو ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة إلى شخصية عفوية إلى شخصية صغيرة إلى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فأنت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لأنه ما بتمل منه دائما فيه إش جديد بحياة هالشخص ودائما عم يقدم لك إش جديد أو دائما بتشوفه بشخصية جديدة أو بصعب عليك أنك تفهمه لأنه دائما فيه إش جديد تكتشفه بخخصيته أو بطبيعة هالشخص طيب النسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لأنه هالكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر أو ورقة داماجيشن بمعنى إنه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم أو الشادو سايد الشخصية الأخرى بحيث إنه صعبت الأمور عليكم إنه تتقربوا من بعض أو إنه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص أيضاً فيه كتير أوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم بإشي معين أيضاً هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون إنه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلع ونزول كتير أيضاً فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفياً يعني أنت بمطرح وهو بمطرح وأيضاً ممكن تكون أنت وهو بتشوف أنه أنتو متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائماً صرف عم يحاول يبادل شخص الآخر من حياته أو عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لأنه عندك فأنتو تنظروا على بعض مثل الأمنية بدكم إياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي أمنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى أيضاً فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لأنه فيه عندكم بعدين فيه عندكم دائماً بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة أيضاً أو دائماً الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينقلب الوضع بسرعة أيضاً أيضاً العلاقة بينكم عم شوف أنت وهو أشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الأمور سواء رجل أو إمرأة الطرفين بهالعلاقة أشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الأمور ما في كتير أو ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للأمور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الأمور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون أنت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائماً بيستخدم المنطق لتحليل الأمور فإن شوفت خطواتك القادمة في المستقبل فإنت بالمستقبل حالياً ممكن تكون مشوش أو ضايع شوي بإنك تكتشف شو الإشي اللي هدفك في الحياة أو اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز أكتر أو رح تركز أكتر بالمستقبل على إنه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل أو سواء كان من ناحية عاطفة أو سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن أيضاً تكون شخص عم رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وأيضاً عم رح تركز على مدياتك أو بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية أكتر يعني بالمستقبل عم بشوف للبعض منكم بده إرتباط مع هالشخص أو بده زواج مع هالشخص لأنه عندك The Hierophant أو البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده ممكن أنت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف إنه هو هل تحاول عم تكتشف إنه هو فعلاً الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف إنه بالمستقبل عم تفكر إنه تكون جدي أكتر تكون practical أكتر أو تكون منطقي أكتر في عندك أيضاً في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل أو رح تقابل شخص أيضاً ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل لأنه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن في المستقبل أنت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن أنت عم تحس إنه في إشي عم يأخذ من إشي يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك أو شريكك عنده فينكس رايزين يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جدرية بحياته حالياً وفي عنده شفت أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها أو مطرح جديد رح يبدأ فيه أيضاً بدي أحكي الأبراج اللي عم تتعامل معها قبل ما إنسى ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج هواية أبراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور أيضاً ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لأنه هالكرت متبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي أيضاً في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف أنه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله وفي عنده تقدم رح يصير كتير ملحوب وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن أو في عنده كتير عالي للوضع المادي أم يطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك أنت وأم يشوف أيضاً أنه هو يشوف أنه العلاقة من أجل أنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح أيضاً يعني هالشخص بيفهم أنه المادة طبعاً مش كل إشي ولكن بيفهم إنه هي إشي كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشي مثل هيك عم شوف إنه هو فيه شخص كتير مصمم إذا أنتم منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير إيرادة وتصميم إنه دائماً كل ما الأمور بتخرب يصلحها مرة تانية أو مستعد أن يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية أو يصالحك مرة تانية أو تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع إنه متهور ومتقلب المزاج إلى إنه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته ممكن تتغير طاقته سعي مش عم بعرف أحكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبول عقليته منفتحة بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت إجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحيب التابع القراءة هديك ممكن تفيدك بإشي معي إنه بنفس المطرح إجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف إنه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص فيه بينكم لسه رح يكون فيه تحفظ بالمستقبل إلى إنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لأنه إنتا وهو أشخاص كتير مصممين فيه عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض إنتا وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى إنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص إنه عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين إنه هالشخص كتير عميد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عميد وعم تحاول إنه يعني كل واحد يفض سلطه بالوضع أو ممكن أنت تحس إنه هو عم يحاول دائما إنه يفرض سلطه إذا أنت رجل ممكن الإمرأة اللي عم تتعامل معه تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية وإذا أنت إمرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يقول شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الأمور ولكن عم شوف إنه طريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو إنه يكونوا أسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول نيت وروفقاء ضرب أيضا ممكن تكونوا اللي 2 عم متوفروا من الناحية المادية من أجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم أريدي تسارح بإنه بدوا يكون أسرة معها تسارح بإنه بدوا ليسراح بإنه دعوة ولا مرحب المشاكل تسارح بإعجاز